الله يكترتين دول بيردوا على بعض أخيراً فيه تطور في الحالة المادية عند الحوت الشهر ده مرسي يا الوي العجلة الحظ المتعطل واللي واقف واللي مش عايز يتحرك ماشي الدنيا وقفة وقفة بإذن الله بإذن الله يا رب ادعوا معايا كده بإذن الله حتمشي العجلة حتدور وحتلاقوا إن فيه تغيير في جوانب كتير من الحياة في كل الاتجاهات تايسير إن شاء الله تايسير في الأمورك يا حوت بإذن الله Queen of Cups الحوت بقى هنا مش رومانسي زي المجموعة الأولى والتانية الحوت هنا قعد بيفكر بعقله وقعد بيقيم علاقة وأنا حسنه هو مترقب ومتربص للشريك بتاعه حذر جدا جدا ووصل الموضوع لحد التربص معلش page of pentacles تطور مادي بطيء في المرحلة الأولى يعني في أول شهر يعني بطيء شوية فخلي بالك من الصرف بتاعك ركز في الحاجات المادية إيه اللي أنت محتاج وإيه اللي ممكن تستغن عنه الحوت إما بيمر فيه إما علاقة صلاثية أو احتفال وكل ما هيطلع الكارت ده معليش مضطرة أن أنا أقول الكلمة دي يا جماعة اللي مش شكة أن في علاقة أن شركها في علاقة تانية أو في خيانة مع حدا تاني أرجوكي ما تسمعيش الإراءة دي خالص قديني بقول ونضم تسجل عشان نرجع للفيديو تاني اللي ما عندهاش شكوك أو ما مسكتش حاجة أو ما عندهاش أي سبب أنها تشك في شركها أرجوكي تجاهني الكارت ده خالص اللي عندها شكوك أو اللي مسكت حاجة بالفعل فيه علاقة سلسية وفيه صبر وانتظار الحوت قاعد صابر ومستني يشوف إيه اللي هيحصل مع حالة دوران العجلة دي دويلة فورتشن فيه خير جايلك كتير يا حوت أنت كنت مستنين متأخر عليك حاجة أنت اشتغلت عليها من فترة بس ما كانش لسه وصل لك المرضود بتاعها هيبتدي يوصل لك دلوقتي أو خير عملته بحد زي ما قلت لك إن شاء الله بيتردلك شايف عمل جديد للحوت الناس اللي ما بيشتغلش فيه عمل جديد الناس اللي بتشتغل إما هتروح دورة تدريبية تتعلم حاجة جديدة أو هيغيروا جوة شغلهم هيروحوا مثلا مكان تاني في نفس الشوق بس فيه تغيير في حالة العمل عند الحوت ده في الثلاث مجموعات هنا بقى فيه تطور مدي إن شاء الله للبرج الحوت فيه حالة مدية بتتطور بإذن الله وحاجة ما شاء الله حلوة جدا جدا آه أنا يعني فيه ده دي الغموض ده هاي بريستس دي الغموض فيه حاجة غمضة كانت عن غمضة عن الحوت هتتكشف له هيبتدي يعرف حاجة كانت مستخبية ومستترة هتبيني يعني سر بيتعرف للحوت آه هنا فيه قيادة شوية برضو للحوت في مدان العمل نهاية العلاقة الثلاثية دي ده سؤال كويس طيب حنشوف آه عنده قيادة في العمل ماشي بمبدأ آه يعني القوة مع اللين في نفس الوقت وفيه شخص قدامك يحوت بيحميك وقف يعني وقف لك حارس القوة دي بس أنا دايما بتشوفون القوة دي أم يعني الأمهاتكو وقفلكو حارس إنه ما فيش حاجة تأذيكو أو حاجة تدركو هلخص القراءة بسرعة فيه تطور فيه عجلة حظ بالدور بإذن الله ما شاء الله يعني حاجة حلوة جدا فيه خير جاي لك يا حوت آه حاجة أنت كنت مستنيها بقلك فترة إن شاء الله حتجي لك دلوقتي آه فيه تغير في العمل العمل بيتغير إما اللي ما بيشتغلش إن شاء الله هيشتغل أو آه بتاخد دورة تدريبية في حاجة معينة أو بتغير دي بورتمنت وفيه تطور في الحالة المادية وحالة أمان الحمد لله العمل عندك ماسك قيادة فيه قيادة عندك في الموضوع آه ماشي بسياسة آه القوة والسيطرة مع اللين والاحترام والعطف يعني الاتنين مع بعض عمل ميكس حلو جدا جدا وقدامك حد بيحميك آه فيه سر حينكشف للحوت الحوت قاعد بيقيم العلاقة بعقله تماما مركز وعمال بيعايز يشوف ما وراء الشخص اللي قدامه مش عيفه كده وخلاص لعمال يحللوا يعني داخل جوه كده بيحللوا آه زي ما قلنا في أول الشهر تطور المادي كان بطيء شوية إن شاء الله يعني بإذن الله يتغير الموضوع ده فنحاول إيه آه تطور المادي والحمد لله أحمدك يا رب فنحاول إن إحنا إيه نظبط مصروفنا شوية زي ما قلنا آه علاقة سلسية أو احتفال الحوت بيمر بعلاقة سلسية أو بيحتفل بشيء وشايفة هنا صبر وتضحية وانتظار آم رأي هي مقارارة باللي فات يعني مش قد كده بس هي رأيها برضو حلو جدا 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 وجد سنتي بهجة وامل في تي جوايا توقع جوايا. الحمد الله يا باسم اشكرك جدا جدا. اوكي كده احنا فضل لنا بسم بالله صح. اشكرك يا عبدالحي. مرسي مرسي. هنشوف بقى ايه الحالة العطفية بتاعت المرحلة التالتة اخبارها ايه? ونبقى كده خلصنا برج الحوت الحمد لله. فالحد هيعرف سر عام الحوت. انا شايفة ان الحوت اللي هيعرف سر. انا ميلل ده اكتر. جدا في حياتنا. بقيت جزء من حياتنا. الله يا مريم يا حببتي. وانت على فكرة كمان مش انا بس يعني انت كمان جزء من حياتي خلاص دلوقتي انت وما ينفعش خاص حياتي مش هتكمل بغير لايف بعد كده. ما شاء الله عني كيفة هنكلمك صحيح. باشكرك يا كوكو قوي قوي. ربنا ان شاء الله يعني ما يحرمناش من بعض ابدا ابدا ابدا. وحركة فيسبوك دي ما تتكرارش تاني. لا موزارت ده كده هنتخض. باشكرك يا رضا جدا. ليه يا فاطمة؟ مارا بحضر ليكي. ما يا بنوراني يا حبيبة قلبي نورتي اللايب. نورتي اللايب. وتشوفوا اللايبز اللي جاية ما تفدخوش. ونورتوا الصفحة ونورتوا اللايب. طيب يلا نشوف الحالة العطفية. للمجموعة الثالثة والاخيرة لبرج الحوت. الحوت عايز ايه؟ الحوت عايز الصورة دي للعيلة. صورة سعيدة ابو ام مطربتين وحبين بعض وبيراهوا بعض. واطفال بتلعب وحاجة يعني عايز الصورة دي. المدينة الفاضلة اللي هو عايش فيها دي. وبيعمل على الموضوع ده. بيعمل ان الصورة دي تتحقق بالفعل. عايز برضو قوة اكتر. عايز يكون اكتر صلابة. عايز يكون اكتر صلابة واكتر قوة. الحوت برضو يا جماعة يعني حنين قوي يعني عنده لين جدا. فعايز يكون اقوى شوية يكون جامد يعني. انا مثلا ببقى ضعيفة قدام ولادي ساعات. بضعف قدامه. ببقى عايز اقول ادمادي شوية انا شافي شوية. هو ده بالضبط اللي انا عايز اوصله. الحوت شايف شريكو ازاي؟ شايفو بيتطور مديا. شايفو بيتطور. وشايفو لامم العيلة حواليه. اهو تطور مدي ولامم عيلته حواليه. برضو نفس الموضوع ماشين في نفس السكة مع بعض. الطاقة. الطاقة فيها تهنئة. الناس عملها تهني. تهنيكو. اما على نجاح. على علاقة نجحة. او على شغل ناجح. في حالة تهنئة. والناس بتهنيكو. الشريك عايز ايه؟ الشريك نفسه. لح الشريك تعب. واضح انه فيه تعب جديد. شديد عند الشريك. تعبان. هنا محتاج روحانيات اكتر. حياته بقت مليانة. اه 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 حاجات مادية. كونكريت كده يعني. حاجة صلبة. عايز حاجة اكثر هدوء. واكثر روحانية. ونفسه يرتاح. عايز ينام. محتاج ينام. محتاج يرتاح. ممكن يكون اه كمان اه تعبان جسديا. شايفك ازاي شايفك ناجح. شايفك ناجح. وشايفك ناجح في كل حاجة. اكتمال دائرة. مكمل. عامل كل حاجة بسم الله. ماشاء الله. بيرفكت. بيرفكت. اه اه. لأ حاجة حلوة قوي قوي قوي. الطاق دلوقتي. حب غير مشروط. اه فيه مولود للعايزين موليد. وربنا يجعل كلامنا خفيفة عليهم. اه فيه حالة. لأ حب غير مشروط. حاجة ماشاء الله حلوة جدا جدا. هنا فيه حالة من السبونتانيوس كده. عفوية. ما لمفكرش قبل ما نتكلم. نتكلموا براحتكو. مغامرة وشكل فيه سفر. كمان. مش شرط تكون سفرية. اه. سفرية شغل او حاجة. لا. ممكن يكون فيه سفر لمجرد السفر. وحنا ندخلين على اجازات دلوقتي. اجازات نص السنة. فعلا فيه مناسبة بيرفكت. يلا بقى اخدوا برايك. ونطلع بقى نسافر في مكان. دي قرية حلوة قوي 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 للحوت. بسم الله. ماشاء الله. الاراة دي يعني مش عفوية حسنها لقى المجموعة التانية اكتر. سبحان الله. يا جماعة بصوا اسمعوا فعلا. ما حدش يسمع المجموعات. احنا بنقسم المجموعات علشان ناخد اكتر كم من المواقف. انما مش شرط. كلهم حوت. كل المجموعات حوت. انت حتسمع وحتشوف اكتر مجموعة ماشية معاك ايه. ما تمشيش على حسب مجموعة تاريخ ميلادك. خالص. الحوت عايز صورة العيلة السعيدة. الاولاد اصحاء بيجروا بيلعبوا. ابوا اموا متربطين وحبين بعض. عايز يكون اكتر قوة واكتر صلابة. شايف شريكه بيتطور ماديا. الشريك محتاجش اكتر هدوء. وحياة اقل صخب واكتر هدوء. محتاج يرتاح شوية لان جثمانيا تعبان. الشريك شايفك يحوت ناجح. وبتقوم بدور كويس جدا. مكمل مهمتك على اتمى الوجه. الطاقة ما بينكم فيها علو شأنه فيها مباركات نسبة بارك لكم. في هنا برضو الجنسية عندكم كويسة جدا. نشطة جدا. وحب غير مشروط. وممكن يكون فيه كمان حمل دي بتاعت الخصوبة. كارت جميل جدا. في حالة من زي ما قلنا التلقائية والعفوية في التعامل بينك وبين شريكك يحوت. وان شاء الله كمان باين انه فيه سفر او تغيير مكان حتى ممكن يكون هتغيروا بيت. ماشاء الله. ريا جميلة جميلة للحود. الحمد لله ختموها مسك ديسمبر. الحمد لله وان شاء الله يا رب تزبط القراءات. علي تفضل اهلا مليك تفضل ايه سؤالك؟ طيب احنا دلوقتي هنقول القراءة الخاصة اللي كسبت معنا النهاردة. تمام هي كمان بعثتلي خلاص تمام يلا حبيبتي تعالي ريه ميم تاريخ الميلاد واحد تمانية ده انتي أسد أسد فين بقيت السؤال اه انتي عايز علاقة عطفية تمام ماشي حلوة اوكي اوكي ادني بس دي أفنت شرين انا بقرأ كل يوم او يوم لا بعمل live stream وكل live بقول فيه برج واحد بس والاختيار بيتم عن طريق التصويت فاحنا النهاردة معنا برج الحوط لانه كسبت التصويت ان شاء الله هنقول أسد قرأ جدا 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 اوكي بسم الله شكرا جدا 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 ملى حوط كسبت وكسب وكسب حصل جدا 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 طيب هو معلش يمكن بس تسأليها او انا هسألها قولي لي حبيبتي ردي علي بقى في الرسائل انت معنا على اللايب هو في مشاكل دلوقتي بينك وبينه الدنيا مش تمام يعني هبتدي القراية انت عايزة ايه انت عايزة ببرز جديد عايزة حالة المادية يكون فيها تطور اكتر من كده زي ما قلنا الكارتة ده اما انت عايزة تعملي حاجة معينة انا اقول فلوس معاك مش مكافية او معاك فلوس مش عارفة تعملي بيها ايه تصرفيها ولا تستني شوية بس واضح ان الحالة المالية عندك عملالك شوية ايه زعزاعة كده شايفه شريكك ازاي شايفه شخص طموح شخص زكي بيعرف بيعرف يتصرف وممكن يكون قد المسئولية كمان شخص قد المسئولية التقمة بينكم موقف صعب او زواج either or وانتي قدرة موقف صعب او زواج يعني يده يده اه الشريك عايز ايه الشريك عايز يكون اكثر قوة موقف صعب او زواج يوسيقى 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 شكرا